بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم حل لمشكلة عدم القدرة على الدخول الى صفحة الروتر او عدم القدرة الى الدخول الى مواقع ما معينة وتظهر معاك رسالة زي اللي موجودة في الصفحة دي كده بالزبط ان اتصالك غير امن او بتستخدم بروتوكول غير مدعوم او لا يدعم الموقع او الخادم اصدار بروتوكول اس اس ال شائع او مجموعة تشفير الكلام ده يكون من خلال ميزة مهمة جدا موجودة في متصفح اج خاصية او ميزة انترنت اكسبلورر مود لان في بعض المواقع القديمة زي مثلا صفحة الروتر او بعض المواقع الاخرى اللي انت بتواجه مشكلة في عدم القدرة على الدخول عليها ما زالت بتعتمد بروتوكول شهادات اس اس ال قديم ومع التحديثات الجديدة لنظام التشغيل والتحديثات الجديدة للمتصفحات اصبحت مش بتعتمد هذا النوع من الشهادات القديمة اللي ما زالت في بعض المواقع بتستخدمه زي صفحة الروتر او بعض المواقع الاخرى ولذلك زي ما انتم شايفين كده بنواجه مشكلة عدم القدرة او اتصالك غير امن وعدم القدرة على الدخول على المواقع دي في بعض الحلول الاخرى تقدر تستخدمها زي انك تمسح سجل المتصفح او تمسح سجل شهادات الاس اس ال او تستخدم عنوان اي بي لشبكة الانترنت عندك لكن في بعض الاحيان الحلول دي مش بتكون معتمدة او مش بتجيب نتيجة لحل هذه المشكلة او مثلا في حل اخر انك تسبت شهادات الاس اس ال ال القديمة وزي ما انتم شايفين ده نوع من شهادات الاس اس ال ال القديمة اللي تقدر انك تسبته لكن هذا النوع القديم من الشهادات غير معتمد لانه يحتمل صورات امنية وقد يشكل خطر كبير جدا على معلوماتك وكلمات السر وجميع معلوماتك الشخصية والمهمة على الجهاز فطبعا انا ما انصحش بعملية تثبيت الشهادات الغير معتمدة على الجهاز فالحل ممكن في انك تستخدم متصفح قديم بيستخدم بروتوكول شهادات اس اس ال ال قديم ولكن المتصفح ده بعد تثبيته ممكن يتحدث ولو اتحدث بالتالي هيحزف الشهادات القديمة وهتكون غير معتمدة وبكده مش هتكون او مش هتكون اتحلت المشكلة الحل اننا نستخدم بروتوكول او وضع بروتوكول متصفح انترنت على متصفح ادج ودي الميزة الخفية الرائعة جدا في متصفح ادج اللي بيمكنها حل هذه المشكلة على ويندوز حداشر او ويندوز عشرة فزي ما انتم شايفين على سبيل التجربة بالنسبة لصفحة الروتر دي صفحة الروتر ودي الاي بي اللي انا بستخدمه او الخاص بالروتر بتاعي فعليا اللي هو المية اتنين وتسعين دوت مية تمانية وستين دوت واحد دوت واحد وده الاي بي الشائع لجميع الروترات وما عنديش القدرة ان انا ادخل على صفحة الروتر على الرغم ان ده الجهاز الرئيسي الفعلي اللي متوصل عليه كابل الايسر نت من خلال الروتر اولا عشان يتم تشغيل خاصية محتاجين ان احنا نتحقق من ان اعدادات التشفير القديمة مفعلة فهتفتح تطبيق البحث بعد ذلك هتكتب انترنت اوبشن ثم بعد ذلك هتفتح ليك النفذة دي هتضغط على تطبيق ومن هنا هتنزل الى الاسفل بعد ذلك هتتحقق من السلاس خيارات دول ان هم مفاعلين يوزد تي ال اس من اول وان بوينت زيرو حتى وان بوينت تو يجب ان السلاس خيارات دول يكون فيهم علامة صح لو اني مش فيهم علامات صح هتضيفها بعد ذلك اوكي وهترجع الى المتصفح هتضغط هنا على السلاس نقاط دول بعد ذلك الاعدادات بعد ذلك من هنا من على الشمال هنختار التويب ده دي فولت براوزر هنضغط عليه بعد ذلك من هنا زي ما انتم شايفين هنلاقي عندنا الخيار اللي في المنتصف ده هنستخدم او تمكين وضعية انترنت اكس بلورر فزي ما انتم شايفين كده ممكن تكون عندك دونت الاوت غير الممكنة او ممكن تكون دي فولت فهنخليها الاوت بعد ذلك هتطلب منك اعادة تشغيل للمتصفح بحيث ان هو يطبق معاك وضعية الانترنت اكس بلورر فهنضغط على رستارت هيتم عادة تشغيل المتصفح بعد ذلك هيفتح معك تاني مرة اخرى بشكل تلقائي فزي ما انتم شايفين دلوقتي طبعا دلوقتي ما عندناش القدرة ان احنا ندخل برضو على صفحة الروتر ففي الحالة دي زي ما انتم شايفين هنضغط هنا على عنوان اي بي او رأس الصفحة من فوق كريك ايمين عليه بعد ذلك رلود تاب ان انترنت اكس بلورر مود شغلي الصفحة دي في وضع الانترنت اكس بلورر ممكن تظهر معك النفذة دي انك مثلا هتشغل الصفحة دي فقط بتنصح بعد ما استردام انترنت اكس بلورر لمشاكل قد تكون متعلقة بالامان لكن طبعا هي بتسيب لك الخيار ده بحيس انك تستخدمه فقط عند الضرورة لبعض المواقع المعينة اللي انت ممكن تكون واصق فيها ففي الحالة دي لو انك محتاج انك تفتح الموقع المعين ده في وضع انترنت اكس بلورر بشكل دائم فهتيبتدي انك تفعل الخيار ده بعد ذلك وبكده الصفحة دي في كل مرة هتيجي تفتحها هتفتح في وضعية الاكس بلورر طيب دلوقتي صفحة الراوتر ما فتحتش بكل بساطة هتضغط هنا على بعد ذلك هتضغط على الخيار ده فتحت معنا بكل بساطة صفحة الراوتر كذلك الحال هذا الامر هينتبق على اي موقع قديم انت بتواجه اي مشكلة في الدخول عليه او بيستخدم شهادات او نوع قديم من شهادات الاس اس ال الغير معتمدة وايضا زي ما انتم شايفين بيظهر معك ايكونة الاكس بلورر في شريط العنوين مما يدل على انك بتستخدم وضعية تصفح الاكس بلورر طبعا بيظهر معك هذا الخيار اللي موجود فوق اوبن اين مايكروسوفت ايج بحيس انك ترجع مرة اخرى الى وضعية الايج فلو ضغط عليه زي ما انتم شايفين هتقفل الصفحة في الحالة دي كليك يمين عليها بعد ذلك تاب انترنت اكس بلورر بعد ذلك هتفتح معك الوضعية زي ما قلت لحضراتكم في وبعد ذلك وهتفتح معك بكل بساطة صفحة الراوتر دون اي مشاكل اما بالنسبة لهذا الخيار شو انتو البار فده زرار تبديل بيتم تثبيته في شريط العنوين بالضغط عليه هيتثبت هنا ايكونة في شريط العنوين بالضغط عليها هترجعك مرة اخرى الى وضعية تصفح الاتج اما بالنسبة لو انك عندك موقع تاني ومش قادر تدخل عليه وحابب انك تضيفه في وضعية اسئل انك لما تفتحه ويفتح معك بشكل عادي هترجع تاني الى الاعدادات هتلاقي عندك خيار في الاسفل انترنت اكس بلورر مود بيج بالضغط هنا على اد هتضيف عنوان يو ار ال الخاص بالموقع ده بعد ذلك اد وبشكل التلقائي هيتم اضافته هنا زي ما انتم شايفين قلنا اضافنا صفحة الراوتر موجودة هنا هيتم اضافة هذا الموقع ايضا او اي موقع تاني اخر موجود عندك تقدر تضيفه هنا وبكل بساطة هيفتح معك في وضعية الاكس بلورر دون اي مشاكل فقط هي الصفحات دي الوحدة اللي هتفتح في وضعية الاكس بلورر وباقي الصفحات هتفتح عادي في وضعية تصفح اما بالنسبة لوندوز عشرة على متصفح كوروم زي ما انتم شايفين نفس المشكلة اللي هيوفر هذا الموقع اتصال امن وممكن تكون بتسلم اصدار قديم شوية من كوروم فتظهر ليك النافزة دي اللي بالمسلس الاحمر دي دي طبعا حلها سهل جدا بتضغط هنا على الخيار ده بعد زلك بتفتح ليك النافزة دي بتضغط على عنوان اي بي او تقدم بتضغط عليه بعد زلك بتفتح ليك الصفحة بشكل عادي لكن لو بتستخدم اصدار حديث من كوروم فزي ما انتم شايفين هتظر ليك النافزة دي وما عندكاش اي خيار اخر ده اول حل الحل التاني انك تستخدم انترنت لانه طبعا لسه موجود على ويندوز عشر لكن هيتم اقافه في شهر ستة القادم بتضغط على انترنت تقدر دلوقتي انك تفتح اي موقع انت محتاج انك تفتحه فعلى سبيل المسال لو طبقنا على اه صفحة الراوتر زي ما انتم شايفين هتظر هنا على بعد زلك هيفتح معاك صفحة الراوتر بشكل عادي جدا والحل التالت والامثل واللي هينفع معاك في اي وقت هو انك تستخدم وضع الاكس بلورر على متصفح اتج زي ما وضحنا في ويندوز حداشر من السلاس نقال دول هتضغط على سيتنج او هتختار سيتنج بعد زلك دي فولت براوزر ثم بعد زلك عند الخيار ده انترنت اكس بلورر مود هتخليه من دي فولت الى اللاو بعد زلك هتعمل قاعدة تشغيل هيفتح معاك المتصفح تاني بشكل تلقائي لو رجعت الى صفحة الراوتر او الموقع اللي انت بتزوره كليك من عليه من فوق بعد زلك تاب انترنت اكس بلورر مود فزي ما انتم شايفين بنفس الكافية اللي عايزة تفتح الصفحة دي كل مرة في وضع الانترنت اكس بلورر هتفعل الخيار ده بعد زلك ضن وهنا هتضغط على بعد زلك جو ان وبشكل تلقائي هتفتح معاك صفحة الراوتر دون اي مشاكل بس كده حضركم هو ده كل ما في الامر نتمنى نكون افدناكم بميزة وضعية او وضع الاكس بلورر على ايج وايضا حل مشكلة عدم القدرة للدخول لصفحة الراوتر او هذا الموقع وفر اتصال امن وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته